هاب عبد الرحمن التجديد مع هاب عبد الرحمن لعب طبعا العاب القوة رمي الرمح في العاب القوة ناسف هاب عبد الرحمن تجديد معاك ان اربع سنة ولكن قد يكون فالحسن التجديد مع هاب عمين هاب عمين يتبقى في عقده سنة و هيكون يعني هيكون ان شاء الله فاضل احنا مجدد معاك ثلاث سنوات فاضل سنتين يا سيد بس كلها سنة وهيجدده معها طبعا احنا بنقول التجديد مع هاب عبد الرحمن وكاتخاذ العودي قال ان هاب عبد الرحمن قد أداء كويس جدا مع المنتخب وان هو بينتظره يعني في مشاركة باريس 24 وخلين اقول لكم ان ده دور النادي الاهلي رعاية الابطال اللومبيين بشكل كبير جدا طبعا مبروك هاب عبد الرحمن وطبعا بنحيي كاتخاذ العودي على التجديد لهاب عبد الرحمن طيب هنروح لي خبر اخر يخص التجديد وهو هانا جودة هانا جودة نجمتنا طبعا والفتاة الزهبية في تينس الطولة نجح النادي الاهلي انه يتعاقد معها المدت المسلمين القادمين كانتخاذ العودي من دور النشاط الرياضي بنادي الاهلي اعلن تجديد التعاقد مع هانا جودة لعبة منتخبنا الوطني ونجمت النادي الاهلي الحميمين وقال كابتن خالد أن هنا وقعت على العقود وما كانتش لها أي طلبات دي حاجة جميلة جدا تسعدني يعني هنا ما كانتش لها أي طلبات الحقيقة وقالت وقال أنها بتتأخذ يعني تمثيل نادر أهلي بالنسبة لها حاجة يعني جيدة جدا وزي ما حدقكم عارفين أن هنا لسه فايزة بزهبيت بطولة مصر الدولية تحت 19 سنة واللي بتتلاقي في سالة رقم 2 باستاذ القاهرة الدولي في الفترة من 24-30 أكتوبر اللي احنا فيه هانا جودة كانت فازت في النهاية على بطل كازخستان 3-0 وفازت بزهبيت تحت 17 سنة كمان يعني فازت بمرحلتين السنين بنت الأهلي بقى عندها خبرات كبيرة جدا مش بس على مستوها هي 15 سنة ولكن تحت 17 وتحت 19 مبروك لنادي الأهلي ومبروك لهانا جودة إن شاء الله نتمنى لها كل توفيق فيما هو قادم